أنا كان سنة ونص ما إني شايفة بنتي بنتي مهندسة وهلأ بدبي ومو على طبق منفضة إجاه الشغل أنا شاغلة ومساعدة ومتوفي أبوه وكان الطبيب سامر جلوت وكان رئيس دائرة الأطباء ومدرشوه بالإذاعة والتلفزيون وعنده ميول أدبية وهي البنت بنته يعني أكيد عنده جينات منه وجينات مني وشاغلة عليها كتير أنا وهي كمان الله يرضى عليها كان عندها يعني شي فهي إنسانة عن جد متميزة ومع ذلك ضلت سنتين ما عم تشتغل طبعا خالتها وخالها بدبي ضلت سنتين ما عم تشتغل وتطلع على السوشال ميديا وتعمل يعني فيديوهات صغيرة وكذا لرفقاتها وهيك تستقطب لأنه في عندها محتوى مهم ما بيقبلوا هذا المحتوى المهم إذا ما كانت مستقطب هي زكية بهذا الشي أنا ما عم بحكي بالنيابة عنها وإنما عم بحكي عنها لأنه أنا مو من حقي أحكي بالنيابة عنها فالمهم هي الإنسانة سنة ونصف أنا ما طلعت على دبي بسبب أنه قلت لك أنه في عندي حالة مرض بالعالة وأنا فيني أتواصل مع أطباء فيني أحكي ربما يكون يعني مثلاً لحوالي يكون قلب ضعيف شوي مثلاً أنا لازم يكون موجودة فبنتي سنة ونصف عم تطلب مني ليوم من الأيام عن طريق البزنس عن طريق الشغل اشتغلت طبعاً فقالت لي بكرة حتجي على دبي قلت لي 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 بدي أجي على دبي قلت لي لأنه أنت في عندك إيفنت بدك تفتتحي ومو أنا بس وكمان زميلتي سلمة المصري وميلاد يوسف وكان فيه كمان هناك خالد القيش وأيمن رضا وكذا فأنا طلعت كم يوم طيب بنتي وحابة إنه هي تلبستني وحابة إنه تاخد صورة معي يعني هذا من حقاً تمسو للآخرين العزارة وفاق مصلي هلأ مثلاً صفحة من الصفحات شو كاتب شوف كيف بيدسوا السم الزعاف فوق تحت العسل إنه الإطلالة الإطلالة للفنانة وفاق مصلي مع ابنتها ويذكر إن عمر الفنانة وفاق مصلي كذا طيب ويذكر إن عمر الفنانة هو قاد اللي بدن يحكوا قادهم باتجاه شو يقولوا طبعاً يهني ما حيفكروا بهات شي مو إنه مثلاً قال إنه هاي الفنانة مثلاً خريجة أكاديمية ما حكوا عن شي مهم حكوا عن شي عمي بالمجتمع عم بيقودهم باتجاه يقولوا هيك وما نوع هاي يعني في كتير جرائم بالحياة لا يحاسب عليها القانون منهم مثلاً كسر خاطر مثلاً أنتو حداً من الناس بغض النظر ما بدي يسميه أسماء وهيك بسبب عملية تجميل أو شي يعني بكوا شخصية بكوها 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 ومو زنبة طيب وعملة طب واحد لما بيصحله فيني أذكر الاسم أنا لا لا ما فيك تذكر بعد إذنك يعني أنا أسفة فيعني لكن لأنه مع المصاري طب مين ألكون أنه مع المصاري طيب مين ألكون أنه هدول الناس مثلاً مو مثلكون بيرقدوا ورا الغاز وورا المازوت طيب مين ألكون أنه ما عندهم حياة ومشاكل وهموم هلا أنا مثلاً بإمكاني مثلاً أخد أقربائي على مشافي الدولة وعالج بلاش بس صدقاً أنا مو أنزعة بقول حرام في ناس أهم مني أهم مني محتاجين لهذا الشي علماً بإنه واحدة من إخواتي ما قبلت إلا تروح على مشفى حكومي قلت لي أنا لا بشتغل والشي أمدي روح من حقي روح على مشفى حكومي وأنا أخدتها وطبعاً نزلوا فيي تنمر وإنه جاي بإختها على مشفى حكومي لك يا جماعة الخير إنه ما فيها تساعدها والله هي العظيم إختي أصرت إنه هي تروحها مشفى حكومي اعتبروا إنه كان فيها تروح على مشفى خاص وممكن موقفتي جنبها أو هيك هني صاروا يقولوا هيك يعني يعني أنا مثلاً رحت أنا وبنتي على مطعم قاعدين عم نحكي وناخد ونعطي فصاحب المطعم قال بعد ما خلصنا ممكن لو سمحته ناخد لكم صورة أنا ما عندي مشكلة يعني فكان آخر صحاً لسا مو أخدينه فنزلت الصورة وبعد مننا يتصلوا إنه وفاق موصلي أخدي بنتها لمطعم وما بتطعمية يعني فأنا عم ساعد يعني منشأة سياحية وطلبوا مني لا أخدي مقابلة ولا شي يعني أنا فقط إنه طلبني ما خطر لي هات الشي ما خطر لي فإنه أنتو اللي عم تحكوا وأنا ما بتدايع هلا بيقولونا طيب ليه أنتو عم تذكروا هات الشي يا جماعة الخير أنتو ليش عم بتردوا وأنا بنتي سنتين ثلاثة وهيت اللي مام السوشال ميديا مهمة إلا لا أنا معروفة أكاديمية وغير أكاديمية طبعا في زملاء وزميلات غير أكاديميين وأحسن مني وأحسن من مليون حدا ما فينا منقول إنه هدول يعني السيدة منواصف سيدة سامية جزائري يعني أسماء كتير كبيرة سمر سامي أسماء كتير كله فإنه ما فينا ما نقول إنه هيكي بس إنه أنا يعني يا جماعة الخير يعني أنا لما إجيت بنتي قالتلي قلت لي لا وأنا حتى قلت لا بهاي الكلمة لا بدوني عملوها ترينت إنه عادة سوقني خاسة ومدري شو قاتلي لك ماما شو سوقني خاسة ماما ما عدت تشتغلي وفعلا أنا ما عدت شتغلت سوسا مبدر زميلة ممثلة من مصر نسيوها كل العالم لما مبلشت تطلع صار كله يحكي عن سوسا مبدر هلا أنا ضليت عم قول لأ 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 بعدين بيوم من الأيام رايحة عم بتفع على العقد ولا بيجي واحد بيقلو في هالاسم الفلاني فبيقلو إيه 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 إذا بتقدر تجيبه والله يا ريت مدري شو فأنا اطلعت قلت له عفهم مين يعني عم قل لي هذا عنده مدري كم مليون متابع قلت له لحظة شو شاغل قل لي لا ما أنا شاغل بلس عنده متابع إذا الموضوع هلأ مستوية الفنية وإنما قديش الظهور على السورة وأنا مالي ضد اللي بيطلعوا على السوشال ميديا بسي قد ما محتوى وصيروا النجوم مالي ضدوا نهائيا وهنا لا تفكر إنه ما عم بيشتغلوا على حالهم وما عم بيتعب ولا تفكر إنه هاي اللقطة اللي عم يطلعوا فيها ولا التياب اللي عم يطلعوا فيها ما مكلفتهم وهيك بيتعبوا موسيقى